السلام عليكم يا رب تكونوا بخير معكم على اهيان وان شاء الله هبدأ معكم كورس مجاني لتعليم فن الباتشورك فن الترقية ان شاء الله الدروس هتنزل على قناة اليوتيوب وهيبقى في متابعة لكل الدنات اللي هتشترك في الكورس النهاردة الدرس الاول عبارة عن الادوات اللي هنستخدمها في فن الباتشورك او فن الترقية قبل ما ابدأ بتعريف ادوات الباتشورك تعالوا نعرف اكتر عن الفن ده هو فن خياطة قطعة مختلفة الالوان والاحجام يدويا او بوسط مكينة خياطها وتحويلها الى لحف او طحف فنية او وسائد او اي اشياء اخرى جمالية او نفعية معا من الادوات المهمة جدا لتعليم فن الباتشورك هو القطر او المؤثر رول القطر شفرته بتبقى حدى جدا عشان تعرف تقطعي بيه القماش وممكن تقطعي بيه اكتر من طبقة في نفس الوقت واهم حاجة فيه ان شفرته بتتغير يعني كل ما هتبرد كل ما هتغيريها بسهولة جدا وفيه زرار بتضغطي عليه بيفتح لك افل اليد بتاعته وتتحكمي فيه او تفتحيه عشان لو عندك اطفال تاني اداة مهمة جدا لتعليم فن الباتشورك هي القاتنج بورد او لوحة التقطيع مهمة جدا نستخدم القطر مع لوحة التقطيع وممنوع نستخدمه بدون لوحة التقطيع لانها هيجار رحلك المكتب او السطح اللي انت بتشتغل عليه وهي مش بس فايداتها في استخدام القاتر لا هي مخططة ومسطرة بتستخدم الخطوط والزوايا اللي فيها وانت بتشتغلي ومتوفر منها مقاسات كتير والوان مختلفة تالت اداة مهمة جدا في الباتشورك ومنفعش نتعلمه من غيرها هي المساطر المساطر اللي باللون الاصفر دي هي مساطر مستوردة بتكون بالانش مش بالسنتيمتر كل خط وكل مربع وكل رقم حرفيا موجود في المسطرة بنستخدمه وهي مش مجرد مسطرة عادية المساطر دي اللي باللون الابيض هي مساطر هنا فيه في مصر فيه صفحة بتصنعهم هي مساطر اكريليك بالسنتيمتر عيبها بس الوحيد من الارقوم مكتوبة بالابيض حفر الليزر ابيض فده بقى فيه صعوبة هنا بشوفها طبعا المساطر دي فيه منها مقاسات كتير جدا واحجام مختلفة حبيت اوضح لكم استخدام التلات ادوات مع بعض انا هنا عملت بلوك هحط الخط المايل اللي في المسطرة مع الخط اللي هو في النص مع الخط اللي في النص بتاع البلوك وهقص الزيادات من الجنب اليمين والجنب اللي فوق انا كده قصيت الجنبين بعدها هالف البلوك للناحية التانية من الجنبين اللي انا ما قصتهمش وهي هحط النفس الخط اللي في النص مع الخط اللي في النص من البلوك وهي هحدد المقاس اللي انا عايزاه اللي هو خمسة في خمسة انش فحط السطر بتاع رقم خمسة على حفة البلوك بالضبط وهي هقص الزيادات من الجنب اليمين برضو ومن فوق وهبقى كده انا عملت عملت البلوك مقاس خمسة في خمسة انش في نفس الشكل ده بنستخدم في الباتشورك قماش قطن مية في المية ومن وجهة نظري لازم القماش يكون رسوماته صغيرة عشان احنا بنشتغل على بلوكات صغيرة وبنقطع القماش قطعة صغيرة فمن وجهة نظري لازم رسومات القماش تبقى صغيرة عشان الارت رسمة كلها في البلوك بتاعي لو انا رسميتي كبيرة او ورديتي كبيرة لما اقطع مش هلاقيها كلها في البلوك بتاعي الكوي مهم جدا في فن الباتشورج بعد كل خياطة او بنعمله لازم بنكوي انا اشتريت مكوى صغيرة عشان تسهل عليها السؤول وكمان عملت ترابيزة مكوى صغيرة هنا حبيت اوضح لكم ايه فايدة الكوي في فن الباتشورج ده بلوك انا عملته اه الخياطة بتاعته لازم بنفتحها وبنكويها وما ما تبقاش ميكالكا عشان احنا ما نخيط قطع كتير جنب بعد ففي الاخر نلاقي في الاخر نلاقي الشغل المنظم ومتقن ده المكوى صغيرة بتاعتي والترابيزة بتاعتي ان شاء الله بأعملكم فيديو عنها ادوات تانية هنستخدمها متوفرة عند كل خياطة لكن هي مش ضرورية لفن الباتشورج مشابك الخياطة او الدوابيز هنستخدمها في ترسبيت البلوكات مع بعض وكمان هنستخدم مقصات اه القماش وهنستخدم مقصات التشطيب عشان هيبقى لازم ننظف البلوكات والقطع الفنية اللي هنعملها وهنستخدم قلم رسم بيتمسح بالحرارة او بالمية لو متوفرة عندك وهنستخدم المساطر العادية في في حاجات هنسترها وطبعا اهم حاجة هنستخدمها هي مكينة الخياطة هنستخدم اي مكان عندك هنقدر ان شاء الله نستخدمها في حاجات هنغيرها زي دواسات او كده هنستخدمها ان شاء الله قدام هعرفكم عليها كده اكون وضحت لكم ادوات الباتشورك اللي هنستخدمها مع العلم ادوات الباتشورك كتيرة جدا وفيه انواع كتير ومركات مختلفة من القطر والمساطر ولكن كل وعدة تتعلم بالمتاح لها وتبدأ بابسط الادوات متأجلش تعليم الفن عشان الادوات ان شاء الله الفيديو الجاي هينزل بعد اسبوع هسيب لكم فرصة تشتروا الادوات والفيديو الجاي هنتعلم اول بلوك اتمنى اضيفوا صحابكم المهتمين بتعلم حرف يدوية جديدة عشان يستفادوا اتمنى تدعموني عشان اكمل وهي هستنى رأيكم في تصوير الفيديو والصوت اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة